بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صعد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدهائك رب شخيا وإني حدت الموالي من ورائي وكانت مراتي عاقرا فأبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يحب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا مبشرك دولا من اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه القكم صبيا وحنانا من لدنا وسكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جفا وناصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وانكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك يا بلك غلاما زكيا قالت أنك لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي أهيل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلا دا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي ليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيما فإن مات وإن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرعبان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مغياء لقد جئت شيئا فريا يا مغت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارف إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أربع سحيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فأبدوا هذا صراط مستقيم فقلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غذلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وانقر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تحقد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أغاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أغاف أنت عن آليتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ويعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاء ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووعدنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وابتوا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ولاديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووعدنا له من رحمتنا أقاه هارون نبيا وانقر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأهر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وانقر في الكتاب رريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدم التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي مرث عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لإبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وخافا ورئيا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباكيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنته ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا لوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسلق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلك ما قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا